هادي هتعمل شنو بيستقعد مبدئيا انا شايفة كل واحدة تعمل معزوفة براها متوقعة جدا اوكي يلا خلينا بقى نبدأ الحلقة اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من بودكاست ونص حلقتنا نهاردة نارية شرار نار وشرار يا جماعة حلقتنا الليلة عن اقول لهم اولي اوكي الليلة حلقتنا هي انه انا وهديل حنخطط لعرسنا المستقبلي ياي كل واحدة كل واحدة حتخطط لعرسها هل نحن مخطوبين لا هل نحن على علاقة مع اي زول في العالم لا هل احنا اصلا بنتكلم مع اي زول وفي بداية علاقة مفيش كراش حتى لكن ده ما بيمنع انه نحن نخطط لعرس احلامنا مية في المية اول نقطة ما هي مواصفات شريك احلامك اهم حاجة في عريسي المستقبلي هو انه يكون بيصوم صيام متقطع اعتقد لو فيه اي راجل وصل للليفل ده من الاندباط كل الناس بتصوم صيام متقطع وصبحت الرجال الوهمانين بس اللي في الجيم بس اللي عاديين في الجيم وبيكون يا اما ترينر يا اما دي مرحلة في حياته هو عادي هيكمل اه انتي عاوزاه يكون مؤمن بالصيام المتقطع مؤمن بالصيام المتقطع مطبق بالصيام المتقطع بعدين انا الفترة دي حسى انه السيام المتقطع هو حل لكل حاجة حل لكل الامراض اكتئاب السيام متقطع عندك مشاكل في جسمك سيوم متقطع عندك مشاكل مادية Oh my god. يعني ده شرطك الوحيد ده اعتقد يعني الشرط ده اعتقد مبنى عليه جميع يعني تخيالي وده واحد بيصوم سيوم متقطع ده اكيد عنده pana former kuklu provided? لا لكن يا هدين انا بالتجد شايفة ده مواصفة تاه ها شديد لانه اي حسين اي زول بصوم سيوم متقطع انا بصوم سيوم متقطع بالغلط طيب اما انك شايفة ان انا مواصفتي تاه ها شديد انتيها سيباس عندك مواصفة واحدة? اي اي اخوان اي زول بصمصة يوم متقطع يرسل لهديل ويقول لها يتقدم لها. اتحفينا انتي ايه مواصفة شارك احلامي? انا عاوزة شارك احلامي يكون ثري. متوقع جدا. لا. عاوزاه يكون ثري بالعلم. بالمعرفة. بالثقافة. بالادب. نعم. بالاخلاق. صحيح. صحيح. ويعني لا يمنع بعض الثراء المادي. بعض الثراء المادي. بعض الثراء المادي لا يمنع. لا يمنع. يعني يشتري لي كل اللي نفسي فيه مسلا. طيب والشليب بتاع الساحل اللي انتي نفسك في ده. اه. على فكرة مواصفة مها هو واحدة. شريك شريك حاما. كون عنده شليف الساحل. ايه دي المواصفة الوحيدة. يا اخوان انا بس عاوزة اقول لكم انه في الصيف بعمل شنو بفتح التيك توك بتاعي بلغة وكله مصريين 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 دارين يمشوا الساحل. وانا ما فاهم الساحل دي شنو ما فاهم النزل معلوم كده ويعني حياتهم واقفة على الساحل. وانا رحت المطاعم الفيني وهما زي عندهم ويتنجلست. وبيكونوا لابسين كده الجوليري كده من السلاسل الملونة. والحاجات كونوا كلهم تان. ولابسين كدتان. ولابسين ابيض فابيض. يس. وحاطيني النظر اللي قد كده هو. شفتوه بس جاعدين بيشتكو. على الساحل جمتا قلت يا ربي ساحل دي شنو يا اخوانا الساحل دي شكله حاجة رهيبة. والساحل الطيب والساحل الشريب. وايوة تعلمت الساحل الطيب ده كله من التيك توك يعني انا ما اصلا ما عند اي زول هناك. فجمت لا عندنا اسماء. تحية لا اسماء. على فكرة تيك توك عمل احلى دعاية للساحل. صح. صح. فانا بيجت مواصفة شريك احلامي انه يكون عنده شليف الساحل في مصر. في الساحل الشرير تحديدا هاسيان ده لانها بتطلع في التيك توك كتير شريد. فبس دي مواصفتي. اسمعي. اه طب انا شايفة اه ده شريك الاحلام. طيب البروبوزل يبقى عامل ازاي. هو يتقدم لك ازاي. متخيلة عامل ازاي. طيب يا جماعة اول حاجة انا انا ممكن انا اكبر على افلام ديزني. حياتي كلها والافلام ايه؟ 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 في هذا؟ انت كبرت على افلام ديزني؟ طبعا. قال اني كبرت على شنو سباستون مسلا. انت اصلا انا اسمع انا حاسة ان مها. لحديقتنا في قريتنا باب ولها اسوار. اسوار؟ شفتو؟ نقطتي. اكزاكلي. مها امباستر. مها ما كدش تتفرج على كارتونونا صغيرة. اعتقد مها كدتتفرج على قناة الاخبار. شوفوا انا امي وابوي بحبوا يحضروا اخبار كتير شديد فانو اما انا صغيرة بحضر اخبار انتنسلي. باعريم بزد. كل حاجة حاصب العالم. وبقلد مزيعة الاخبار في اوقات فراغي. في الحقيقة لقد تمه. هل تسمعوني سيد ما عارف شنو. دائما في حالة هل تسمعوني? والزولة تانية اسمعوكي. المهم دائما موضوعنا. بس دي البوينت بتاعتي. المهم نرجع. هل سيدي مشكلتك شنو معي? انا حضرت. مشكلتي ان انا بدور على الحقيقة والحقيقة دلوقتي مش موجودة يا دي مشكلتي. دي الجالة تعاوزة صيام متقطع. رادلة يصوم صيام متقطع. وديش المواصفة الوحيدة. مواصفة? غلط تقول مواصفة. وصر صفة صفة صفة. المهم شوفوا يا جماعة انا ما ممكن اضيع طفولتي كلها وانا بتفرج على افلام رومانسية لما نيجي البطل ويجلس على الارض بركبته ويطلع الخاتم ويتقدم يتقدم للبطلة وانا في النهاية ما يحصل لي كده فلازم بتاعي اول حاجة لازم يقعد يجثو على ركبتيه على الارض ويطلع خاتم الالماس القدر ده اوكي وبعدين يفتح العلبة وانا اكون اوماي جود سوربرايزد وصحباتي يقولوا لي مها اجهزي اجهزي لانه الليلة حنمشي حتة سباشل ويكون مفاجئة لكن انا عندي شرط ايه؟ في شعرة بسيطة بين الرومانسية وتلزيق فالرومانسية وتشيزي لأ لازم تكون حاجة رومانتك بس في نفس الوقت ما وهمية وعبوطة فيها اصالة اوريجنال اه اوريجنال 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 وما تكون تشيزي اللي هو مثلا بدل ما يدي لك الخاتم في ايده ويفتح كيس علبة شبس يتلاقي الخاتم في العلبة شبس صراحة انا بحب الشبس شديد لكن لا ما تتقدم ليه بعلبة شبس علبة شبس؟ كيس شبس وفاجعة شبسي بنجهة الالموز خيشت مني طيب طيب انتي 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 شنو دريم بربوزل بتصيري هتبقى سفرية 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 على اساس ان انا مسافرة انا وصحباتي هو افيا يا الله دي فيها فيزا وتذاكر وحجوزات وصحباتك كمان نلقاهم وين وكل واحدة تاخد اجازة على فكرة لو هو زكي ممكن يدبر الامور دي كلها لقيت دارا وعندوك هل تسفر ولا انسان هو لو بيصومس يوم متقطع مش هيغلب مش هيغلب هيعرف يحل كل حاجة ده واحد بيصومس يوم متقطع انتي عارفة يعني ايه على فكرة انتي موضع السامر المتقطع ده يعني شنو انا ممكن اديكي عشرة ناس بعرفهم بيصومس يوم متقطع كملي سفرية سفرية مع صاحباتي انا اصلا مش عارفة ان هو مسافر معايا السفرية دي تكون راسية على كروز مسلا اوكي ممكن اوضح اللي انا جزدك شنو بكروز لانه الكروزات تختلف اللي هي الكروز الهادية دي مش عايزة بارتي كروزي يعني كروز هادية ريئة هلاقي بقى ايه هلاقي هو جوه الكروز ياه هو الكابتن بتاعت الكروز كمان ايوه يعني انتي مش عايزة بس ان هو هيعمل فيزا لا وتذاكر لا هيحكز الكروز كلها وهيتعلم يقود السفينة ممكن يتعلم هل هو مركب ولا سفينة اه ايه الفرق المركب الصغيرة السفينة كبير الشديد اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة شوف انا انسانة بسيطة جدا ايه تتعاوز قبطان قبطان ايه تبقى قبطان ده انا ما شفته الا في الرسومة المتحركة بعدين ايه هيبقى واقف فانا هقرب كده هكون مش مسجلة الملمح في الاول وهكون دخلة مفرهدة بقى من السفرية وكده بقى انا كتير بمسافر ومفرهدة وبطاريتي الاجتماعية خالصانة لاني مسافرة مع صاحباتي وصحباتي كلامه كتير هو هيكون فاهم هو هيكون فاهم هو مخطط كل حاجة وانتو عارفين كمان اوكي صاحباتي كلامه كتير دي ما عجبتني وعارفة جبك باها منه وحتشوفي يعني هيتكلم معك منه بعدين وانا ماشية بقرب 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 ايه ده ده حسنين نفترض ان اسمه حسنين اوكي ليه لكن ما عارفش الاسم يطلع معايا يعني احنا وكتما نتكلم عندرينين بروبوزل تقولي حسنين ما له اسم حسنين زينك ما فيه اي حاجة لو فيه اي زو اسم حسنين بسمعنا انا واجهلك تحية اها وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وما تنسى تاخد اللايسنس بتاعت القبطان بتاعتك عشان عندك فرصة كبيرة شديد اه اوكي بعدين اذا حسنين بوم تحصل كده ايه فايروركس وينزل ويليو ماري مي لا الفايروركس شوية بتدي تشيب فيبز بالنسبالك انا بالنسبالي هتاكل معايا جدا اوكي فايروركس ايوه فوج ولا افتحت كل مكان ثلاثي الابعاد هتنزل ويليو ماري مي ورجا ايوه بوستر 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 يا عم انا هزبط لك احلى شغلة ده الايفنت ارجنايزر انا هعمل لك العم ناريه وبوستر ينزل ويليو ماري مي اها وبس كده بس خلاص يعني بس او 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 طيب معو زاوي يشفتوا على ركبتيه كل ده لو هيعملوا اتس اوكي مش شرط يشفتوا على ركبتيه لا 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 انا شايفها جاستوا على ركبتيه ده من اقوى ال دي البريكر ايوه طبعا تخيالي زبط ان يبقى في دلافين تطلع من الجنب كده تعمل حركات اقربتيه ولا حوت 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 ما بيتدربش يا باشك ما بيتدرب بس بيظهر بيظهر كده بيمشي كده بيزبح طيب ان شاء الله ربنا يوفقك طيب بالنسبة للطلبات يعني مثلا على جولتكم المقدم المؤخر المقدم المؤخر الشبكة ببدأي انا عارفين معاك ان انت عايزة شريعة الساحل انا عايزة شريعة الساحل بتاعه هو ما يكون بتاع اهله يعني كمان عايزة هو يكون سيلف ميد سيلف ميد سيلف ميد سيلف ميد سيلف تايمر سيلف كل حاجة لا لا ما شرط يكون سيلف ميد اهه هو في حد سيلف ميد بيبقى سيلف ميد بجد فيه انت بصالها دلوقت اههه لات نوت Yaniسنو اتوي في الدول هل سيلف ميد بيكون نايم في الشارع بيكون مشرد كده يعني بعدين بابج اوفي المليونير وفيه ناس كده اكي تكوني عايزة داربيك التكيف وتقولانا سيلف ميد مفاياانا لا ما بعرف أمنات ميد انا بس في السيلف بشتغل على الميد إن شاء الله المهمة هس ده ما موضوعنا موضوعنا الطلبات شبكتك طلبتك إيما شوفي أول حاجة طبعا بسم الله يعني أكيد البروبوزر بتاعه يجثو على ركبتين أفهمنا يتنيل يجثو على ركبتين بالمناسبة أنا ما قلت لك المكان المكان لازم يكون منظر طبيعي نهر بحر نهر شلال جبل منظر طبيعي وفي ورود أوكي سهلة ركز أكتب الكلام ده كتبيوه مسجليوه فالمهم خلصنا البروبوزر طبعا البروبوزر حيكون فيه خاتم ألماس ضروري فكده نحن خلصنا من موضوع خاتم ألماس وبعدين خاتم الألماس ما في الكولتر بتاعتنا نحن كعرب ما عندنا موضوع خاتم ألماس نحن عندنا دهب دهب لازم يعني دهب كتير شديد أنا ما حالبسوا بس هيبقى متخزن بس هيبقى موجود زينة وخزينة زينة وخزينة ولا مثلا يعني شنو يكون عندي سبايك دهب سبايك 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 بالمع سبايكة الوحدة تقالها بيكم بيكم ممكن تلقي سبايكة بـ 500 درهم سبايكة قدرده سبايكة سبايكة ويدو سبايكة يورلانجوج ما سبايكة بتاعت المسلسلات العاملة كده ذي انت عارفوا انت عايزة مين؟ مين؟ انت عايزة عم دهب بتاعة بطوط بالمسل بأنا ما كنت كده أنا كنت إنسانة رومانسية جدا بسيطة جدا لكن لكن أنا ناس داخلة على التلاتين وزولة بدفع فواتر فأنا صراحة معين دي حمل كلام فارغ فالمهم يا جماعة ففي سبايك دهب في الموضوع وفي خاتم ألمس إن شاء الله اللي تنامع بعض انت بالنسبة لك طلبات كتيرة قوية مها عشان كده أنا دلوقتي قاعدة معيكي أنا بالنسبة لي أنا برضو مفكرتش في الموضوع ده أعتقد الخاتم ده مسلمات الخاتم الألماز الخاتم الألماز ولازم يكون اسمعوا أنا بفهم في الألماز إنتوا عارفين أنا بس دقيقة بس ممكن أقاطعك عاوزين الفيديو ده إن شاء الله يتمنتج يعني طلباتنا دي تحت الدهب والألماز والبروبوزر تتمنتج بطريقة لما إن شاء الله نتزوج تاخدتوها لنا مع العرس بتاعنا اللي هيكون فيه أولاد إبراهيم للأعرس في قاعة اللؤلؤ الصغيرة هيكون بروبوزل وويدنج هناي عجد وعريس كله في لحظة في خمسة في ساعة هاتفضلي أوكي لحظة أنا بالنسبة لي أعتقد الخاتم ده من المسلمات مسلمات مسلمات خاتم ألماز ده من المسلمات وأنا بفهم في الألماز يعني هفهم ده قطعة واحدة القصة كتلعبت يعني ما ينضحك عليها الكلاريتي الكولر كل الكلام ده كلاريتي فهماه أوكي فهعرف هنا وفي حاجة تانية بابا قال هالي أعتقد دي هطلبها كمان لولي طبيعي قال لي إيه بابا قال لي إيه قال لي اسمعي هديل الدهب ده تمنوا فيه يعني لما الراجل يشتري الدهب هو عارف إنه لو الزنق هيسند على مراته ويقول لها اديني الدهب ده الراجل اللي يجيب لك لولي لأن اللولي ده طبعاً ومش فيه غالي وبينجاب كده وخلاص فلأ وقت ما هو يجيب لك الحاجة دي اعرفي إنه هو هنا فعلاً شريكي ومش مخطط قدام وإنه يرجع ياخد الحاجة دي منك أنا عندي سؤال إنتي تتكلم مع أبوك في المواضن لا أنا فجأة بشكل عشوائي جداً وسريع وبدون أي مقدمات صراحة دي أقوى نصيحة أنا سمعتها في حياتي وأنا هعتمدها من الليلة صح أنا عوزلولي مع الألماظ الألماظ نفس الحالة بالمناسبة دقيقة يا هديل لكن هسي يعني كده نوعاً ما نفس الحالة إحنا ما ضغطنا عليه شوية هو مين مش عارفة هو مش موجود الكائن الخيال عشان كده إحنا بنضغط عليه فإحنا ما عندناش مشكلة ايجزاكتلي عادي يعني عادي لا فراضيات افتراضات افتراضات نحلم خلونا نحلم يعني أيوة إحنا هنا بنعمل ما رفستيش طيب قلت ليه حيديب لك لولي اللي هو هيكون غالي شديد بس بعدين ما هيكون عنده أي قيمة عشان الراجل لما يفلس ويجي يقول لك دايرش شيل الذهب بتاعك يلقى بس عندك لولي ويتحصر على اليوم اللي شافك فيه مبدأين ما ينفعش يفلس دا مش option شينية ما قلت أنا مادية أنا مادية زي لأ ما كل الناس إحنا ما كنا مديين بالمناسبة يا جماعة أنا ومها مش مديين أوي كده إحنا بس عمالين نعلي على بعض في النقط بس الموضوع خيش منه جامد وطلعين أن إحنا مديين أوي بس إحنا مش مديين كده احنا بس عمالين نعلي على بعض لبسنا شخصيات دي قوي انا معدية يا ما خلاص يا اخ انا دايرا خاتم المات دا عادي على فكرة يوجيلي الناس بتطلب يا خاتم المات يا ذهب طيب بس يعني الموضوع بلا خلص لكن لو ما زور يكون ثري ثراء العلم والأدب بيقدر يجب لك طيب يا جماعة بالنسبة لعرس نخش في التقيل الفرح اليوم اليوم نفسه عاوزين اول حاجة قبل العرس لازم طبعا يكون في محاجقة خليك من الحنة الحنة دي سابتة البتشولارت بورتي حفلة توديع الوزوبية انا عاوزة صاحباتي ايه حركات الاجانب دي يحجزوا مكان ويعملوا ديكوريشن يجيبوا لازم يكون فيه يعني موش حساس تجيبوا لي باللونتين تاخدوهم كلام ده ما ما يفعل معي تجيبوا منظم حفلات يعمل حفلة بسيطة عما شرط تكون يعني كبيرة وتكون حفلة حفلة بناتي يعني عادي اوكي تكون لازم طبعا يكون فيها فعاليات وكده وتكون مفاجأة لازم تكون مفاجأة انا بحب المفاجأات دي حركات اجانب دي مش موجودة هاي حركات ما اضل حدا ما اضل حدا بالذنيا ما عملها حبيبتي وهي يعني لو كل الناس نطوا من ع السطوح هتنطي معاهم ايه وحنطي معاهم هم عمشينوا براي في العالم قعد براي في الحياة اتوانس معاهم انا عايزة حفلة توضيع الحسوبية طيب يا رب يا رب وفي هذه هنا حفلة تزايا هعمل لك حفلة توضيع الحسوبية الحسوبية طيب مهم يوم الفرح حكي لنا ايه ايه المواتي انت عبدي انتبدي فرحي كون عامل ازاي كون برا اه عارفة عارفة اتايا عايز اعمل دستونيشن waiver اي صور داري مال دستونيشن waiver انا كله ما قرمشي ويدنج بيكون عاوزين نعمل زيه. بس دي مشكلة يعرف الحياة. بس خلاص. هو ديستينيشن ويدنج. حلو قوي يكون برا. اه من امام البلد اللي عامل فيها الفرح يكون محتاج لها ترانزيت وفيزا. وبنك استيتمنت. عشان كده اضمن ان لما شخص ده يجي. هيجي هو الواحد ومش يجيب معاه بلاس وان. كراسي تبقى على الاد. الحركات دي بتاعت اه جت معي بالغة اه دي كنت فكرة انا وصحبتي انا والبقال اه. على فكرة. علي فكرة. مكنش عنده حاجة يعملها نزلتم معي. كل كل. كل كمام ده. مفيش. هتيجي زي الالف زي الشطرة. احكي لكم حتى محرج يا شديد. مرة كنت معزو معي الصحبتي. كان معي صحبات اتنان اترجوني. جلوا ليه عليك الله سو جينا معك. العرس. شفتو? وقلت ليهم ما بقدر سو بكم معي. طبعا في السودان اي زول بيمشي العرس في اي لحظة اي عرس انت معزومة في الشارع انت لما تمشي لما تعزم يزول العرس ما في كراسي. اها. في انا هاجي مع امي وابوي وخالبتي. اوبن بي. اوبن بوفي. اوبن بوفي. بيتادي انت والعيالة كلها وما في حاجة اسمها شخص شخصين كراسي ما في. فانا اتعزمت على العرس ده. وانا صحباتي قاعدين معاي. عالك الله اللي تريد صحباتي قاعدين. عالك الله سو جيني معاك العرس. وانا طبعا مقول لها يا خيب. حيب. ضربت اللي صاحبات العرس. عيني هي ممكن الزول. طيب معاي الزول. وانا لحد هس داري موت من الاحراج ما عارفة انا عملت الهاركة دي كاف. المهم فبس. قالتليك اوكي يعني ولا لا? قالتلي اوكي وسكتعوا معي العرس. وكانوا قاعدين في نص الدانس فلور العرس كله. صراحة كان عرس رهيب. واستمتعني شديد. اتمنى انه ناسا العرس يكونوا استمتعوا برضه. عشان الحركات دي ما تحصلش الفرح انا هعملوا ديستنيشون ودنج. انا اخذلان شديد من نفسي. معلش خلاص ما انت اخذتي الاوكي انت تأذنتي على فكرة انت لسا احسن من الناس كتير. صح. في ناس كده بتاخدها اللي هو عادي. هيعملوا اي يعني. يا الله. هيروحوني. عادي وفيش كناس نوعف. اوكي اه اعتقد دي الخانة الوحيدة. ده ده هو ده الطلب الوحيد. ان يكون دستنيشون ودنج. ومش عامل الجوة بتاعني لبس فستانين فرح هو فستان واحد. اه والكعب مش هيكمل معي. الكعب هينقلع على طول. هنكمل بكوتشي او بحاجة فلات. عشان بس القطنية. طب بالنسبة للفستان. هيكون سيمبل. سيمبل. بس شيك. بس شيك. دي جملة المصريين المفضلة. احنا عايزين حاجة سيمبل بس شيك. احنا. 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 اراض. احنا طيب بالنسبة للسيت اوب. في مكان مفتوح. اเปس شرح بريحera يبقى حلو. مش مث. بس مش قوي. بالنسبة للاغاني. دي جاي. هجيب دي جاي. بالنسبة ليه ا毓با الساعكم يخلص ساعكم لا بصوا هيبقى العريس هيبقى فول دي الاكل هايكون كاف اهام موضوع هيبقى ست مانيو شايفنا الرغي يمكن ناين كورس ناين بس بتبقى الحاجات اللي هي عارفة اللي بيقول ايك ناين كورس فبتفتكر انه اكل كتير بس هو بيبقى كده الطبع بيجي فاضي والحاجة بيبقى محتووطة ارتستيكلي وكده القرف ده هنموت مجوع في فرحك. لا معلش. معلش ما ينفعش يا اختشي. على ذكرة لا اهو لما تخلصي نين كورس مين. بعد خمس ساعات ان شاء الله. بتبقي فل. بس نين كورس يهي. ايه بس عرس هاديل صراحة عرس هاديل اه ما في اكل ما ما تقدروا تسافر اصلا لانه ما حتطلع عليكم الفيزا. وحتكون لابسة سيفينجا في في رجلة ما حتلبس كعب ذاته احسن ما تعمل عرس. انا شايفة. تخيالي لما بعدين اعمل فرح يبقى عكس وكل ده تماما. ما انا الفيديوهات دي ضرورية لازم نستخدمها ان شاء الله في اعراسنا الحقيقية. طيب يا جماعة. اوكي. عندك اضافة تاني لعرسك اللي 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 بلأ بلعازه. والله هو في خيالي. الخايس. في خيالي احلب كتير. والله هيخليه في خيالك. عشان هو فعلا مش فرح اصلا. ده عيد ميلاد. اسمعي بقى المخططات بقى. قولي يا ثراء الفقافة. شوفي. انا عرسي هيكون ثري ثقافيا. ليه? اوكي هيبقى في كتب. لانه انا. هيبقى في مدونات شعرية. هيبقى في ملقي شعري. لا اله الا الله. تبقى في ندوات. دار الناس تنوم. وتبقى في كتب. احوزو باللأ. ثراء ثراء من نوع اخر. اها. ثراء من نوع اخر. شوفوا يا جماعة. اول حاجة انا كل ما انا مشكلتي انا كل ما احضر عرس بيبقى ده عرس احلامي. فانا كله ستة شهر بغير عرس احلامي. حاليا عرس احلامي. اه. هو داستينيشن ودنج. شفتيه? ايوة. اه. ودستينيشن ودنج في حتة على البحر. لكن. ايلاند قال. ما في تراب. ليه? ليه? عشان احنا ما نقوم نمشي بالتراب. مينة يعني. ايه? على مينة. عشان دي حتة فيها بحر. وما فيهاش رمل. ما فيهاش شط. فيها كنتينرات. مش شرط. في انا مينة ما تخيل كنتينرات وعمال وسمك. لا لا. this is not the vibe. انا جوزك يكون عنده اثراء ثقافي عشان يعوض النقص اللي عندك. لازم. لازم. ليه? كنت شفاء حاجة طفقة بس. اوكي. كملي معني. اي قصدك انا مع مثقفة? لا لا لا. انا مثقفة شديدة. ايو ايو ايو. اسأليني اي سؤال. اه اكيد. اسأليني. اكيد. المهم. اه شوفوا. اتخيلوا معي نهر. انسوا البحر. لغاية الفكرة. نهر. نهر شلال. شلال يصوب على نهر. وفي زي تراسة. تراسة كبير جدا. تراسة وتحت. ايه? اه الحشيش. اوكي. نديلة. اوكي. بس ايه? ايه? مش من النوع المزعج. من النوع السهل ان انتمشي فيه. ان شاء الله. وبعدين في حديقة غناء. ايوه. حديقة غناء. 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 وورود 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 كتير كتير وكتير وشجر شجر شجر شجر. ايوه. والشلال. ايوه. هم حاجة. ينزل بقى اهو! الزفة يبقى مع الشلال. وانزل بقارب من الشلال. بدنزل بفرشط. بعدين احمد افريكانو يجي يمسك القارب الانحن ذو البيو. ويوديكي على. على التراس. هناك هتكون في الكوشة. طرابيزة طويلة طويلة. ايوة ايوة. طيب من النوع فيها خمستاشر صحن في الحتة. ايوة ايوة. انت قاعدة خمستاشر صحن ليه? والسلبر بقى مصيني بقى المدهب. خمستاشر ملعج خمستاشر. ايوة. ما عرفت عملي بايا بشي. لكن هم موجودين. الصرف بايا. الصرف بايا. ايوة. ايوة. خمستاشر كوبايا. ما تعرفي تشرب يبايا بش نزات. شفتي اي شي اي صنفة خمستاشر منه. ايوة. شفتي. وبس الناس جاعدة في طرابيزة. طرابيزة دانس فلور بقى. دانس فلور. اه. فوق الشلال ولا تحت الشلال. في التراس. المطلة على الشلال. طيب هل في راذاذ من الشلال جاي على التراس. ايوة. بس بيجي جنتل. بيجي جنتل عشان ايه? ما يضايقش. ما يخرب الميكب ما يضايقنا. الميكب. الميكوب. فان شاء الله هنعمل التراس. ان شاء الله الناس ما تزحلقش. هنعمل التراس. ايوة. بس الشلال هيكون بعيد بالمناسبة. ايوة. يعني تلتجي في كده على الدرابزين بتاع الشلال. تصوري مع الشلال. ايوة. فحيكون في. نياجرا حولز. لا دي بعيدة جدا. لا لا لا. انا شوف لنا شلال جريب. توركيا مسلا. ممكن. 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 نشوف يعني. شغال. اه. طيب. عمان فيها شلالات. صحيح. ايوة. بس مش عارفة لو عندهم تراس. ممكن نبنيلك التراس. ممكن. اما ودينج بلانر شطر بقى? طيب طيب والاغاني والاك. اه لا استني. ايه بقى? لازم يكون في ممشا طويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حيكون كده سموذ ستان او جماش كده سموذ وجاي كده سلواتيس ينسدل ينسدل عليك ايوه والطرحة بتاعت الفستان تنسدل على الممشى مش عايزة تانج مع الطرحة لا 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 ما عاوز انتاج كمان دي حركات بتاعت ناس هنا او ديتد او ديتد طرحة بس طايل طرحة طرحة تنسدل تنسدل بر شوفي هنا شوف موضوع التات زي ممكن نصبع موضع تنسدلي زي الشلال تنسدل انا وان شاء الله ننسدل مع بعض ننسدل اوكي طيب شفتوا يلا حركة انا استنى وهو يمشي معاي وامشي القوفي عند المسبح هتمشوا مع بعض هتطيروا هيكون في درون ايه هنمشي اه هيكون في شفع 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 صغير لكن شفع مدربين مدربين شفع مدربين مسكين خسكين شافين جني الادب انا ما عاوزة والشفع دل هيمشوا جنت الاطفال منازلهم جنت الاطفال منازلهم جدا منازلهم الف البلد التاني ما يجوا غير معزومين المهم هيمشوا قبل ما انا ادي هيمشوا شفع الاطفال يشيلوا باسكت وهيمشوا كده كيوت هيكونوا كيوت شديد هننطقيهم لازم يكونوا شفع حلوين شديد ايوه هننطقيهم يمشوا قدامنا يصلوا يصلوا يسوقوهم البيت طوال انا امشي وراهم وامشي في معزوفة معزوفة ايوه هتقول لي ادخلي برجلك اليمين مالها اتخلي برجلك اليمين احنا تايلنها تخلي برجلك اليمين تايلنها مالها تخلي برجلك اليمين معزوفة دينا معزوفة لا اله الا الله طيب طيب بعدين حاصل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا وصلني بالسلامة هنعمل دي الاولمبيات مش فرع في شلال واتنزلي من الشلال وطيرت الشقليب تروح تغيري دوم والفتانية انسادل وطر حتنسادل الشلال حكون منظر بس يروحوا بيتهم. بعد ما يمشوا. ويبقوا مدربين. مدربين. ويبقوا صغيرين. وحلوين. وحلوين. طيب. ده سيرك الحلو ده مش فارح فيه. اوكي. حنصل ان شاء الله حقا انا والعريس. يا رب. طيب. حنقوم. اه يلا ما اعرفة لو اخلي ابوي يمشي معاي في المنزل. ومات المخرج. ومات المنزل. لا امشي براي. ومات المؤلف. ممكن احيك يجوصنا متحقش زيز. اختي كانت عاوزة في عريسة بابا يمشي معها. ويعني ايام الحركة بتاعدي. ايو ايو. قام اول خمسة سواني ماشي جنبها. يا خدش نفستاني كالكبير ده. انا عمشي كي يفسي. قلت لها بابا. الغي رحلتشي. قلت لها اسمعي يا زولة هيا يدخل مع رجلك عادي ساني. الرومانسيات دي فلا فلا بس. فحنصل ان شاء الله انا وزوجي. حنصل الدانس فلور. حتبدأ بقى ايه سلو دانس. حنكون مدربين عليها قبل ستة شهر. اوف. هتكون شنو نعيشي ويلفني ويرمينيو. انا امشي ويأجي. حيكون في يعني ركصة مدربين عليها شديد. لا اله الا ايو ركصة معتبرة ما ساعي كده كده لا 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 شغالين شغالين في الموضوع ده. هنجيب كوريوروغرافر. انتي مش عايزة واحد يكون عنده اثراء ثقافي. هو ما حيكون ايسلا تيري ثقافيا. انتي عايزة واحد يكون عنده ادرينالين ليس له سعة منتهية. هنعمل ان شاء الله رقصتنا اللي احنا متضربين عليها. ودخش عليشنا. بعد كده هتبقى فقرت. هفقرت بقى فقرت. الفيرست دانس. الخلصنا الفيرست دانس. خلصنا الفيرست دانس. خلصنا الفيرست دانس. وتؤديها كده سوا. احسا كل اوي على فكرة. كل اوي. مش جايب معك. خالص. مع شلال ومعزوف هتقول لي ارقص مع اصحاباتي. تعملي رأس انتي وصحباتك بقى هو يعمل رأس وهو اصحابه بقى. كان موضوع يقلب سوي think you can dance. عارفة ومن بقى احنا المعزيم احنا الحكام. ما عندي مشكلة. حسب اداء صاحباتي. لو يزبط الرقصة ممكن ارقص معهم. لو ما هيزبط لها الرقصة ما برقص معهم ولا يفضحوني ولا افضحهم. ما ديري كلام فارغ زي. ده انا زولة داخلة بمعزوفة. وقعدة نسدل. مع الشلال. المهم. انت دار تعمل الفقرة بتاع ترجس مع صاحباتك? ام. شوور. انا مقصرة جامد اوي. تخيلاتي الفرح بتاعي. عالسينة مقصرة. اخوتي ليت فقرة لانه فقرات شوية. انا بكانش عندي اي حاجة. اقصة موحي كتنين كورس ميل. اللي لغيتها تقريبا عشان هتطول قوي. هتطول جدا. جدا. هاي. الناس هترجعوا. الكورس ما بالزبط. المهم. طيب بالنسبة انا لي. حنصل اه شوفوا. العرس هيكون حفلة. حفلة. ما طبيعية. حنجيب احسن ديجي في العالم. يعني هتكون حفلة صاخبة اصخب ما يكون. اصخب ما يمكن اصخابه. اوكي. حفلة جادة كده زول يكون العرق. انا دائر الناس العرق ينقط منها. ترقص لما تموت. يعني زول عنده مشاكل في الركب ما يحضر. اه? طول ما بيعرف رقص ما يحضر. فيه كراسي. شروط الحضور. يكون لائق جسديا وبدليا. حنعمله فحص. فحص. فيه فحص طب يا لازم تبقى عامل انشورانس لو انت معندكش انشورانس ما تجيش الفرح. لو عندك اي مشاكل. ايوة. العرس هيستمر. يستمر. لحد ستة صباحا. للابد. ستة صباحا. ستة الصبح. رقص وغناء وفقرات بقى. اللي هو شنو? البست فرين تدي خطاب. ايوة. بست فرين تدي خطاب. ايوة. اكيد. الاخو تدي خطاب. ايوة. العرس يدي خطاب. الارس تدي خطاب. اي زول يدي خطاب. اي حد معدي يدي خطاب. يدي خطاب. ويعمل الحركة بتاعتها. ونبكي. اي بس. نبكي 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 دائره بكاء. نجهش بالبكاء. يعني شنو اقول لك يكون في فقرة بكاء فقرة رقص. فقرة بكاء فقرة رقص. كده. نكون شغالين. ادرينالين كده. شفت ايه? الاكل. دائر ستيشن بتاعت شاورمة. ايه. انكروا الحات ما يموتوا. دائر ستيشن. دائرة شوكليت فاونتن. انا هعمل بوفي. انا هعمل بوفي. لان انا ما دري حدد الناس. انا بحب الاكل. ايوة. ايوة. بحب زول يحددني. ام. طيب. فحنعمل بوفي. هيكون فيه شاورمة ستيشن. اوك. هيكون فيه اوزي ستيشن لانو انا بحب الاوزي ستيشن لما امشي للعيرس. بحب الرجل اللي بقدم الاوزي للناس لما يمشوا في العيرس. هو كمان هيدي خطاب. الاوزي بتاع الاعرز ايوة هو هيدي خطاب. ايوة. انا عاوز او يدي خطاب. ايوة. انا مع المكسرات يا الله. اه. هيكوم في ستيشن بتاع منصف ليه؟ ليه؟ أنا أنا راح Robbieoint هيكوم فيه ستيشن بتاع جهة أي حاجة فيها ستيشن времени نحوالي وسلينا ستيشن بس ومائحنعمل فوتيبوس صوروا بتلفوناتكم carbohydrate fica لما تحقيق سيتيشن حتى هناك بصفزره لان قام بحضر مرة على التكتوك المري جالد لكن أحضر ايه. عامل وما ذاكرة كويس. تعمل يصير شي جامل. اه المرة جاية ما تعملوا فوتوبوس في عرسكم لانه الناس سمشوا تصور. طيب لما اخذ لما اخذ. الفرح ده كله هيبقى عالمين. العريس طبعا. هغير فستانان. لا اله الا الله فستانان بس. انا بقول تعملي. شفتي فارس فاشن ويك. اعملي. اه شفتي الممشى بتاع فارس فاشن ويك. ايوة. وشفتي بورج ايفل. انا عاوز الممشى ده نفسه بس بورج ايفل يبقى الشلال. لا اله الا الله. بس او الحمد لله. طيب والفرح ده كله تكاليفه على مين? انا ممكن ادفع حج الستيشن بتاعت السوشي. قصد القوزي. هيكون في ستيشن السوشي برضو. اخيرا ما خلصت كلامها عن يوم فرحها الاسطوري. مش عارفة هتخلص ده كله ازاي في يوم ده مش هيبقى فرح ده هيبقى مهرجان. سألنا الناس يوسادت صح? ام ام. شنو اكتر حاجة فاشلة يوم عرسك? كله شي كان رائع الا العريس. وطلقت والحمد لله. عارفة لازم ينزل فاج لايف. الف مبروك. الف مبروك. اعتقد. او ربنا. ان شاء الله. يصلح الحال. يصلح الحال. اعتقد. ايوة دم هي مبسوطة. وكله مبسوط. عيني. دي زي. ايه. كنت شاهلة عصفور. في قفص صغير. يلا هو. ملون بالدهبي. ييه. مع البوكي. اه. وانا برجو سسلو. كمان? كل ده. في واحد من الشفع. فتح القفص. والعصفور طار في الصالة المكفولة. والنسوان خافوا. وحصلت هرجلة وفوضى ما اعلم بها لربنا. لا اله الا الله. لا يلا السؤال هو انت بخليك تشيل عصفور معك العرس شنو? انت اخر وحدة. تقول كده دلوقت. انا عندي شلال. واقف بعيد. دي حاجة طبيعية الوحيدة في عرسي. انا واشدت عصفور في قفص. كل طلباتك هات منطقية. حاسة انه كل ما الوقت يتقدم اكتر كل ما ممكن ذا تكون احتمالية. لا 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 ما حصل عصفور فيك قفص. ممكن اسوق معاي اسد. اه. لا 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 لا. لا 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 لا. اتزنكتة شديد. وفجأة جريت الحمام نص الحفلة. وما عارفين نرفع الفستان كيف عشان ندخل الحمام. صراحة دي مشكلة كبيرة يا شديد وانا بفكر دائما. عشان كده الفستان ينسدل بتاعك. ومش منفوش. تصدقي. مفكرتش فيها. بس حالة مناسب جدا. عملية جدا. ما في شي بس انا فقدت الشغل في نص عرسي. ورحت خلف الكواليس اتعشها. دي انا. سألناكم كمان عشان احنا ناس مصلحين جدا. ومش عايزين خراب البيوت. سؤال تاني. اللي هو مين الناس اللي هما ثعبين واستخدمت ايموجي صعبان. وانا بسأل السؤال ده. اللي كانوا في فرحكم. وانتوا لسه يعني سكتين على الموضوع ده. عشان جوازتكم تمشي. وصلتنا الاجوبة التالية. بسم الله. نبدأ. يا لهوي. صاحبتي كانت تس تس. وانا مش عارفة. كانت بتدبش معي. مش عارفة يعني ايه بتدبش دي. قال ده خطأ مطبعي. يا جماعة ننتبه واحنا بنكتب الاجوبة. احنا ما نكتبش طايبوز. العربي يكون عربي صحيح. ورحنا الكوافيرة. وماما اتطمنت انها معايا. ورحت وثابتني معاها. في الاخر كنت هتخطف يوم فرحي من صاحبتي. ها؟ ايوة. صاحبتي كانت موعدة ناس يستنون عند باب الكوافيرة. بس الحمد لله ربي خيب املها. خطف. خطف على طول فاوري. خطف فاوري. لا 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 لا. والله يا البنت جد. ده شنو بابلو اسكبار ده? معارفش. بس عارفة حاس انه ياكل جو وفرحي الجامد او يوم على الشلال وجلد الفقرة انتي تخطفتي من الكوافيرة. حلوة اوي. بعدين السقق يجيبك ينخزك ينزلك من على الشلال. مع القارب. حلوة انا هاخد الفقرة دي. انا هضيف كلم الودينج بلانر. اوكي. جواب تاني. للأسف يوم فرحي انصدمت انه ماي ماي اكس هاسبند بقى اكس هاسبند ده كان عازم الاكس جر لفرند. والصدمة الاكبر انها كانت من اعز صديقاتي وكانت على علاقة معاه وهو عارف انها صديقة التفولة. استغفر الله العظيم. ولكن للأسف ما حدا فيهم خبرني. واضح. هم حبوا يفجؤوكي. وكتشفت هالشي يوم عرسي. مرت علي اللحظات. لا حول يعني. بس اكن شفت ازاي. كتشفت تكله ازاي. ما حبك تكتشفي غري يوم عرسك. اكن شفت ده كله ازاي. لحزة اكن شفت ده كله ازاي. وبعدين انت. تعزم الاكس جر لفرند. الا لو هي جت كبست على الفرح. يعني هم كانوا مع بعض. لحزة 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 لحزة. يعني هم. الجملة دي غلط اوي. تجذر. القصة دي غلط اوي. ازاي. انت تكون الاكس هازبند تعزم الاكس جر لفرند اللي هي صاحبة الطفولة اصلا. مش هي صاحبة الطفولة دي مش مفروض تكون معزومة عالفرح اصلا. لا صاحبة الطفولة بتاعت العروس. ممكن تكون معزومة عالفرح اساسا. لا. اوريك. وريني. هو يعني لما نعرسته كان راجلة. اها. ما كان الاكس هازبند. اها. وهو كان هم كانوا مع بعض. او. هو وصاحبة الطفولة بتاعتها. ها. شفتي. ما فهمتها. شفتي. ما قادرين نفهم. اشرح والاسئلة اللي هحسن من كده. اختي يوم فرحة الكلام ده قبل عشر سنين كان عندها دفتر والمدعوين بيكتبوا لها تهنئة. وكم واحدة مجهولة تستس كتبوا لها سب. الله لا يوفقهم. الله لا يوفقهم. الله لا يوفقهم. الله لا يوفقهم. ليه ليه. ايه ده. حرام عليهم. ايه ده استغفر الله. ما يرسلوا لها بالواتساب. تقولوا حاجة قولوها in my face. اوكي. حماتي واختي جوز يوم وكنتش اعرف. بس. لقيتهم قاعدوا على الكوشة وبيقولولي شو في مكان. لحظة في حاجة في الجملة غلط. حماتي واختي جوزي وما كنتش اعرف. ما كنتش تعرفيني دي حماتك واختي جوزك? لحظة. حاب يعملك مفاجأة. ايه ده جواز اكسي بريس ده? هو حاب. ده زي جواز ديزني. او ماما شفت فارح تتجوزه يا ماما. دي مواضيع شخصية هو ما حاب يعرفه على ام واخته. قبل العرض. اوف. اوكي. بنت خال خطيبي. كانت بتحبه واعترفت له وهو رفضها وخطبني. بعدها بيوم وفي حفلة خطوبتنا عشان انا قاعدة وهدية قالت للناس ان انا ملبوسة. او ماي جواز. واو. طب وبعدها نحظر شنو? مش متكملة نكمل القصة يا ماما. نكمل القصة. المهم ان كل الناس اللي كتبه القصص دي. البروفيل بكشر بتاعتها يوم يعني صورتها وهي في الفرح. صورتها وهي عروسة. ومبسوطين شكلوان مبسوط جدا. شفتوا حلوة مصداقية في القصص. شكلوان مبسوطين? والله شكلوان مبسوطين جدا. بصي. واما والله. كمان حلوة دي ده. ايوا. انتي سمعي دي. اخت جوزي التس تس وحتى الاموجي بتاع التعبان. غيرولي الاغاني والاغنيات اللي هدخل عليها. واخه جوزي وحتى ايموجي البقرة. دفع للمصور عشان يتصور هو وصحابه. عاوز. وات. دفع للمصور عشان يتصور هو وصحابه. للمصور العروس ايوه عشان يروح يصوره واصحابه انا عايزة اعرف المصور اللي معندوش اي مصدقية ده اللي خد فلوس وراح يصور بس يمكن يكون عنده فواتير الرجل ده ولازم يدفعها والله الانسانية دي حاجة صعبة جدا وبعد ما خلص العروس هو ارد اخذ اللقطات الحلوة اخ تخيلي تخيلي تدفع جروش للمصور العروس تصور نفسك فستاني كمثل الاميرات قالت قالت طلع اميرة بس لو هتموتي ما تصيري اميرة دي بنت عمها عمتها قالت بنت عمها قالت لها كده لما شفتها يا لهوي يا لهوي ايه ده بس على فكرة انت عارفة فيه ناس بتدائم بمبالغ كبيرة عشان الافراح دي عشان تعمل الفرح ايوه ده اللي هيحصل في الشنان بتاعي وهو اصلا بيكون يوم واحد حد انت مع الناس اللي عاوزين يعملوا عرس كبير وما عندهم مشكلة انه يعيشوا مقتصدين او بيكونوا ما عاوزين يصرف في العرس بس عاوزين يمشوا مسلا شهر عسل رهيب انا مع الحل الوسط اللي هو مش هنضحي اوفر بحيس انه لانه هو بيبقى يوم كده مرة يعني هوبفلي مرة في السنة مرة في العمر مرة في السنة هديل شايفانه العرس مرة في السنة اوكي لانه هيبقى مرة في العمر يتعمل صح يا ما يتعملش كده يعني شنو يعني نصر في جرش بس مش لدرجة ان احنا يعني ايه نبقى في كرب عظيم مد الحفك على قد رجليك حاجة في النص كده يعني المهم ان الكل يكون مقتنع ومبسوط في نهاية اليوم وهو ده المهم انا شايفة انه انا انسانة بحتفل بعد ميلادي لانه بيجي مرة في السنة وبكون فرحانة شديدة فكيف عرسي اللي هو المفروض مرة في العمر طيب يا مه بعدين انت لكن لكن انا بالمناسبة انت لسه في مصاريف تانية بالمناسبة لسه في البيت والجهاز ما انحنا اثرياء هنكون فكريا فكريا هنكون اثرياء فكريا الزول الثري الفكري بيقدر يعمل كنترول بالمناسبة على الفكرة فيه اعراس حلوة شديدة لكن بتكون البودجت بتاعتها ما كتيرة انت عايز الشلال الشلال جايد انا ما عملته احنا مش هينالاو بالمواصل انت فاهمة ارسي غلط انا ارسي كله هيكلف مبلغ بسيط خمسمية جنيه خمسمية جنيه ماكسيما متة جنيه بس على فكرة اتفضلي انا في حلقة سابقة شددت انه المرأة المصرية هي اقوى مرأة في التاريخ ما كنتي قلت تكرمى التاريخ دي لكن اوكي بلواعتي بولا يا لهوي لانه الستة المصرية في موضوع الفرح والتأسيس البيت ومعرفش مين الخطوبة بتبقى عليها اوكي البيت بيبقى بتجهز حاجات فيه هي عليها يعني اي طفلة مصرية كانت صغيرة وانا كنت واحدة منهم كانت امنيتي في الحياة اني اروح العب في الالعاب بتاعة المول عشان انا طفلة وعايزة الالعب اهلي يقولولي لأ تعالي نشتري طاقم الصيني ده عشان جهازك انا كنت في ابتدائي اشتريته اشترينا عارفة بيعمل ايه للوقت بيلمو تروب عارفة انا مش عارفة شكله ايه مش عارفة عامل ازاي مش عارفة انا احبه لما افتحه في الصندوق واشوفه اصلا ولا اكرهه اتحيلت على امي اقول لها ماما خلينا نستعمله خلاص مفيش داعي خلاص خلينا نستعمله انا فقطت الشغف خلينا نستعمله مش عائزة خلاص قالتلي لا يا حلال خالتو يا حلال خالتو لسا محتفظة بالطومستين وفي الايمة والكهربائيات على ما عرفش مين والعفش على ما عرفش مين الكلام ده يعني البتة المصرية بتجهز باتا اللي هتعيش فيه في المستقبل مما هي طفلة ايوه عارفة في الفكر الحديث ده يعتبر اقوى نوع من المنفستيشن دبعا انا بتشلم للتنين بعرفة لان الاهل داخلين في الموضوع حلو قوي صح؟ حلو قوي لا بس ايه اتجاد يعني بيشتروا الغسالة والتلاجة والحاجات بيشتروا كل حاجة في ناس بتخيل يعني في ناس لو عايزين الحاجة يعني عايزين يا لهوي الحاجة ليه يعني عادات وتقاليد يالت تغير صراحة الحاجة دي حزينة شديد عشان الست المرأة المصرية اقوى مرأة في التاريخ شنو اقول لك صراحة انا اوجه تحية للستة المصرية وكمان دماء خفيف مع كل ده واتمنى انه القانون بتاع انه العفش على هو مش قانوني عادات وتقاليد بس يعني ما عادي عادي جدا لازم الناس كلها تتشارك في التأثيث البيت انتم الاثنين هتعيشوا مع بعض ما ترويح انت تتشاركي طيب روح انت الشاركي احنا هاس نتكلم عن الستة المصرية او انا مدافع عن الستة المصرية اتما لكم علي انا خليني في الشلال بتاعي الشلال والاوزي ستيش المهم يا جماعة كان دي موصفات فرحنا المتواضعة جدا وحياتنا متواضعة جدا انا عاوزة اتمنى انتوا تكونوا استمتعتوا في الحلقة اتمنى في يوم عرسي الحقيقي نعم المقاررة بين عرسي اللي انا قدتوا الليلة اللي على الارض بواقع فاحكو لنا انتو شنو عرس احلامكم وشنو العادات الغريبة عندكم في بلدكم للأعرس وشاركونا بيها وما تنسوش كمان تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكل الحاجات دي و بس انا تعبت من كتر الكلام انت ما تعطيش من كتر الكلام اه تعبت جدا انا بقولنا في الحلقة انا بقى خلاص واحنا دعبين البطانية دي بتناعيس جديد ايوا يعني انا الاجواء كوزي جدا وانا عمالة احاول ان يم ايام شاحة خلاص ماتبعنا خير segunda باي